نهاردة نتكلم عن درس مصر تحت الاحتلال الفرنسي بعد لما عرفنا ان مصر الاحتلال الفرنسي جالها وابتدى ان يدخل ويستغلع على بلد مصر لقينا ان في مواقعة ابو كير البحرية في اغسطس عام 1798 ميلادية الاسطول الانجليزي بكيادة نيلسون اغرق الاسطول الفرنسي طبعا كانت انجلترا اقوى شوية من فرنسا نتائجا لما انجلترا دمرت الاسطول الفرنسي واغرقته ده قدع امل فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط فرنسا كانت عايز تستوي على سواحل البحر المتوسط بس طبعا ده قدع املها الحملة في مصر تحرمت من انفتاد فرنسا لان الاسطول ده كان يعتبر زي واصلة ما بينهم هما الاثنين الحملة في مصر تحرمت من انفتاد فرنسا والجنوز بدأوا يحبطوا ويشعروا انهم محاصرون من جهة الانجليز بدأد بقى ان السلطان العثماني يفكر في ان هو يتحالف مع انجلترا علشان يخرج الفرنسيين من مصر مقاومة الشعب المصري للاحتلال الفرنسي ابتدأ ابناء السعيد ان هما يعملوا مقاومة للاحتلال الفرنسي عن طريق حرب مناوسات ولكن لما فرنسا لقيت انها معندهش قدرة على الاخضاع اهل السعيد ده قدى الى ان الشعب المصري يخلى عنده وعي قومي وخليه متحمس اكتر ان هو يكون معارك ضد الاحتلال الفرنسي ثورة القاهرة الاولى يوليو 1798 اسبابها تحتيب الاسطول الفرنسي في معركة ابو كير البحرية فارد نابليون درائب باهزة وخاصة على التقوار هدم الكثير من المباني والمساجد والاثار بحج التحسين القاهرة وما ينساش ان هما دخلوا الاظهر الشريف بالخيور مما ان خلد اصار الشعور الديني لدي المصريين وحكموا على ستة من شيوخ الاظهر بالاعدام احداث الثورة كان الاظهر مكر لكيادة الثورة موقف الحملة من الثورة استخدموا القمع والقوة اهو زي ما بنقول بقى دخلوا الفرنسيون الجامع الاظهر بالخيور وده اصار الشعور الديني طبعا دي المصريين فرضوا الغرامات على العلماء تمروا في القتل والقمع لحد ما جه الشاب السوري اللي هو بيدرس في جامع الاظهر قتل الشاب السوري كليبر اللي هو كان قائد بقى الحملة الفرنسية بعدها بعد نابليون قتلوا فيه حديقة منزله وكذا يكون ده درس الحملة الفرنسية في مصر ترجمة نانسي قنقر